أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أخيك وابن عمك أمير المؤمنين والسيد الوصيين وعلى بضعتك الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام إن كنت تحزن للذكار قتيل فاحزن لذكرى مسلم ابن عقيل هو ليث غالب مسلم من أسلمت مهج الأعى مهج العدى لفرنده المسقولي أما العراق مبلغا برسالة أكرم بمرسله وبالمرسولي فاكتظ مسجدهم بهم وعلات به أصواتهم بالحمد والتهليل لكنهم أصبحوا حتى اغتدى في مصرهم لا يهتدي لسبيلي وأتوهم فردا لمنزل طوعة وقلوبهم تغليب نار ذحولي لتكشفت مسلم برض كوفاني حسين زلزل نواحيها وهو مفرد بلمعي صوّل عليهم يشبه الكرار بالسيف زلزل نواحيها وتولاها بأراجيف ومن العطيش شملته بقلبه والوقيت صيف والخلق بطنا بالقصب شبت النيرة والله لولا القضايا والحيلة اللي دبروها حفروا بميدان حفيرا وستروها بيها تقنطر والمحاسن جرحوها صاب بنلش عثوي القلبي بمحجر العي قطوعة الصيح على الصطيح وشها الكسيرة لاتك نظرت تشوف يا شيخ العش بنعمك الموصوف طايح في الحفيرة قادوه مثل الطير مكسور الجناح ظلت ناديهم يهلكوفان خلوه هذا بنخو الكرار حدر لا تسحبه خلوه يمشي براحته قلبي شعبت الله أكبر ما لكم مذهب ولادي ومسلمايا صاحتي مسلم يا عظمها خجلتي فيك شبيدي وانا حرمى وضعيفة ولقد رحمي والله لا يرخصني كان فت قلبي وداوي كان اسلمت من كيد هم سلم على حسن وحسينا قلها يطاع اليوم ما تحصل سلامي اوصي اوصي وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ جَاءَ فِي الدُّعَاءِ الْمَرْوِيِّ عَنِ الْإِمَامِ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَاكْفِنِي مَا يَشْغَلُنِي الْإِهْتِمَامُ بَهِ وَاسْتَعْمِلْنِي بِمَا تَسْأَلُنِي غَدًا عَنْهِ وَاسْتَفْرِغْ أَيَّامِي فِي مَا خَلَقْتَنِي لَهِ نوّروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد هذه الفقرة أيها الإخوة أيّتها الأخوات من دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام الدعاء المعروف بدعاء مكارم الأخلاق ومرضي الفعال وهو من أدعية الصحيفة السجادية المباركة التي تعرف بأنها زبور آل محمد الليلة جمعة وأفضل الأعمال في ليلة الجمعة ويومها الصلاة على محمد وآل محمد لكشف هذا البلاء ولرد عادية الأعداء ولدفع كل بلاء عنا وعن شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد هذا الدعاء من أدعية الصحيفة السجادية المباركة وهي صن نهج البلاغة فصاحة بلاغة محتوى وهو محتوى قرآني فكلامهم صلوات الله عليهم هو دون كلام الخالق وفوق مستوى كلام المخلوقين هذا الدعاء دعاء مكارم الأخلاق من الأدعية المهمة جداً دعاء عالي المضامين جليل القدر لذلك نلاحظ حضور هذا الدعاء الكثيف في مواسم العبادة ومواسم الدعاء يعني يستحب قراءة ليلة القدر يستحب قراءة في ليلة عرفة ويوم عرفة يستحب قراءة في ليلة النصف من شعبان يستحب قراءة في مثل هذه الليلة ليلة الجمعة أكو حضور مكثف لدعاء مكارم الأخلاق وهذا لأهمية ما يحتوي عليه الدعاء من مضامين تربوية أخلاقية عقائدية سلوكية وقيمية في هذا الدعاء لذلك يمكن أن نعتبره خارط الطريق للإنسان السالك الراغب في الوصول إلى المقامات العالية هذا يشكل خارط الطريق إلى إذا الإنسان يقرأ بتدبر وبتمع ضمن هذه الفقرات في الدعاء نقرأ هذه الفقرة واكفني ما يشغلني الاهتمام به الكفاية في اللغة معناها أن يقوم شخص مقام آخر في أداء عمله ولذلك يقول كفيت فلاناً أمره أو كفاني فلاناً هذا الأمر يعني قام به نيابة عنه وتحمل عناءه وتعباه واكفني ما يشغلني الاهتمام به الاهتمام بالشيء يعني الاعتناء به والإمام عليه السلام في هذه الفقرة يسأل الله سبحانه وتعالى يقول يا رب خذ بيدي امنحني البصيرة والرؤية والقوة والتوفيق حتى لا تشغلني الأمور الثانوية وغير المهمة عن الأمور التي لها صبغة أو لها أهمية وأولوية في حياتي اكفني هذه الأمور حتى لا تشغلني عن أموري المهمة وأموري ذات الأولوية في حياتي ما تريده مني واستعملني بما تسألني غداً عنه في مهام الإنسان رح يسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى من صميم يعني ما يطلبه الله سبحانه وتعالى من صميم يعني مسؤوليات وجودة في هذه الحياة واستفرغ أيامي فيما خلقتني له لابد يدرك الإنسان أنه الله لم يخلقه عبثاً وإنما خلق لغاية وهدف هذه لابد أن يعرفها الإنسان ويستفرغ كل طاقته وجهده ووقته حتى يكون مملوء بهذه المهام التي لها طابع الأولوية في حياة الإنسان والأهمية هذا ما نصطلح عليه بمهارة ترتيب الأولويات أو ما يسمى بفقه الأولويات كما بعض الدارسين يطلق عليه أنه فقه الأولويات مهارة ترتيب الأولويات ماذا نريد منها؟ في الواقع هي بصورة مختصرة هي مهارة تقديم الأهم على المهم والأولى على ما ليس له أولوية علماء الآن مثلا علماء الذين يعملون في مجال تطوير الذات يقولون أن هناك يعني أو الأنشطة التي يمارسها الإنسان يمكن أن نقسمها إلى أربعة أقسام يعني إذا الإنسان ينظر إلى كل مهامة والأشياء التي يقوم بها هناك مثلا الذي له الصدارة والأولوية يقول هو المهم والعاجل عاجل ومهم يعني لا يمكن أن يؤخره الإنسان هذا رقم واحد اثنين عندنا مهام وأنشطة يقوم بها الإنسان هي مهمة ولكنها ليست عاجلة ملازمة الآن يمكن تأجيلها إلى وقت آخر عندنا في الدرجة الثالثة كما يقولون غير مهم ولكنه عاجل النشاط الرابع الذي يقوم به الإنسان هو غير مهم وغير عاجل إذا تمكن الإنسان أن يشخص أن يصير عنده فقه كما يقولون أو يصير عنده بصيرة يعني يرتب أمور يضحها يقول هذا الأمر الذي أنا سأقوم به الآن هل هو مهم وعاجل يعني لازم أنا أسوي والآن ما أقدر آخره أو هو مهم ولكن يمكن تأجيله لوقت آخر أو هو غير مهم لكن له أهمية الآن فيها الوقت لازم أسوي أو لا هو مهم ولا هو عاجل كأنشطة الترفيه مثلا والله طه واحد يبغي يطلع تمشيه أو واحد يبغي يروح أحيانا عنده متعود كل ليلة يروح إلى ديوانية مثلا يجلس فيها هذا نشاط لا هو مهم ولا هو عاجل يعني لو ما سوى الإنسان الآن لو ما راح الليلة إلى الديوانية هذه مثلا في أكثر الأحيان أحنا هذه الأنشطة غير المهمة وغير العاجلة تأخذ الصدارة والأولوية في أنشطتنا ما نتنازل عن هذه الأشياء غير المهمة والعاجلة ولكننا نتنازل عن أنشطة لها أهمية ولها أولوية مهارات ترتيب الأولويات كيف يمكن للإنسان أن يكتسبها في الواقع هذه المهارات لما أحنا الآن ننظر إلى الحياء التي نعيش فيها الحياء الله سبحانه وتعالى جعلها تسير وفق سنن وأنظمة وضوابط دقيقة جدا سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديل القوانين الإلهية والسنن الإلهية صارمة في آثارها سواء كانت إيجابية أو سلبية لا تحابي أحد ولا تجامل أحد الكل هذه السنن والقوانين تمشي عليه إذا أدرك الإنسان هذه المطلوب من الإنسان أن يكون عنده وعي وبصيرة للاستفادة من هذه السنن والقوانين حتى يستفيد منها فائدة إيجابية وليست فائدة سلبية من هذه السنن والقوانين أولاً وعي أهمية الوقت الوقت كالسيف التجار علماء الاقتصاد يقولون الوقت هو المال بقدر ما يكون الإنسان يعي أهمية الوقت في حياته ويعي أن هذا الوقت لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيه ما نقدر أحنا نوقف عقارب الساعة ولا نقدر نبطئ سير الزمن هو يمشي بوتيرة والإنسان محكوم بهذا الزمن الله سبحانه وتعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر رأس ما للإنسان في هذه الحياة الدنيا هو الوقت هو هذا عمرك كلمة للإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول يا ابن آدم إنما أنت أيامك فكلما مضى يوم مضى بعضك كل دقيقة مر كل لحظة مر ينتهي الإنسان هذه تستهلكنا أقارب الساعة وهي تدور تستهلك الإنسان تستنزفه في كلمة جميلة للإمام الحسين سلام الله عليه يقول يا ابن آدم إنك لم تزل في هدم عمرك منذ سقوطك من بطن أمك من أول ما يطلع الإنسان من بطن أمة شغله هو شنو يهدم في عمره زين أحنا الآن لما واحد يطلع من بطن أمة أول ما يولد نقول هذا إنسان صغير بعد ما شاء الله مسكين صغير بعد طفل الروايات تقول ماذا أكبر ما يكون الإنسان يوم خروجه من بطن أمة كيف أكبر لأنه إذا الله سبحانه وتعالى مقدر أن يعيش هذا الإنسان ستين سنة أو سبعين سنة رصيده من الأيام كم رصيده من العمر من الوقت كم ستين سنة عندما يصير عمره يوم هذا الرصيد ينقص أو يزيد هو بينقص لو لا يعني صر الإنسان يوم على يوم يصير شهر شهر على شهر يصير سنة أحنا لما يصير عمره سنة نسوي لحفيل عيد ميلاد وكذا ونبتهج ونفرح بينما هو في الواقع شنو الآن نقص رصيده الآن سنة راحت من عمره هدم عمره يا ابن آدم إنك لم تزل في هدم عمرك منذ خروجك من بطن أمك من أول يوم يطلع فيه الإنسان إدراك أهمية الوقت هذا أمر مهم جداً أن يعي الإنسان ذلك فهم واقعية الوقت يحتم على الإنسان ماذا؟ يعني لما يفهم الإنسان والله أن الوقت مهم والوقت كالسيف والوقت هو المال وأحنا لا نتحكم في الوقت الوقت يتحكم فينا الليل والنهار يعملان فيك يقول أمير المؤمنين فاعمل فيهما هذا يحتم علينا ماذا؟ مو كفاية أن الإنسان يأخذها الفكرة ويحطها في رأسها لازم يفعلها كيف يفعلها؟ يفعلها في حياته أنه يعمل على ترتيب أولويات في الحياة ترتيب أنشطته إعطاء الأولوية لما يستحق الأولوية في حياته في كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام في عهده لمالك الأشتر واليه على مصر هذا العهد العظيم الجميل المليء إذا كان يستحق أن هناك شيء يمكن أن يكون دستور للحياة فهو هذا العهد ما لأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول له وأمضي لكل يوم عمله فإن لكل يوم ما فيه هذا اليوم المفترض أن فيه في نشاط أنت لازم تسويه في مهام لا بد أن تنجزه لا يحسن أن تأخرها لباتر لا تؤجل عمل اليوم إلى غد اليوم هذا له عمل أفضل عمل يمكن أن يقوم به الإنسان هو أن ينجز عمل هذا اليوم الذي هو فيه يستثمره يستغل يقوم بالمهام المطلوبة من الإنسان أن يقوم بها في هذا اليوم إذا عرفنا هذا هناك كذلك ضمن وعي أهمية الوقت أن الوقت لا يتسع لكل شيء العمر عمرنا أقصر من أن يتسع لكل شيء من يقدر أن يسوي كل شيء في 24 ساعة فيه أشياء كثيرة الإنسان يبغي يسويها لكن الوقت لا يتسع لذلك لكن حتما يمكن أن نجد الوقت لنقوم بالأشياء المهمة إذا الإنسان يرتب نفسه يرتب حاله يصير عنده وعي سوف يجد وقت ليقوم بالأشياء المهمة في حياته ويرتب الأولويات هناك في الواقع مجموعة من المهارات يمكن أن نذكرها بشكل سريع تمكن الإنسان أو من القواعد التي تمكن الإنسان أن يمتلك مهارة ترتيب الأولويات قبل أن نبدأ فيها زين المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد الصلاة على محمد وآل محمد تفتح آفاق الفهم الوعي للإنسان القواعد المهمة أول قاعدة نتحدث عنها هي قاعدة تقديم الأشياء والمهام الثقيلة على المهام السهلة والبسيطة هناك أمور ومهام أحنا لما يجي الإنسان الآن يريد أن يقوم بأعمال أو يقعد من الصبح مثلا يقول أنا اليوم شنو عندي مهام راح يلاحظ أن هناك في بعض المهام ثقيلة صعبة ومهام بسيطة سهلة طبيعة المهام الثقيلة أنها هي المهام الأهم في حياة الإنسان ليس المهام البسيطة والسهلة المهام الثقيلة على النفس هي الحاجات المهمة التي تعمل فرقا في النتائج التي نريد الوصول إليها نحن عندنا أهداف كبيرة في الحياة كلما كانت المهمة ثقيلة كلما كانت هي التي تحقق لنا النتائج التي نريد الوصول إليها هناك كلمة أو حديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول أفضل الأعمال أحمزها وكلمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أفضل الأعمال ما أكرهت نفسك عليه أفضل عمل أحسن عمل يمكن أن يكون له إنتاجية ونتائج كبيرة ومؤثرة في حياة الإنسان وليس العمل البسيط السهل الذي نفس الإنسان تميله إليه وإنما هو ما أكره الإنسان نفسه عليه يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أكره نفسك على الفضائل تريد تترقى يصير عندك سمو هذا ما يجي بالأمنيات أكره نفسك على الفضائل فإن الرذائل أنت مطبوع عليها النزول سهل لكن الصعود يأخذ من الإنسان جهد ووقت فكلما كانت المهمة ثقيلة كلما كانت نتائجها أكبر في حياة هي هذه المهام اللي لها أهمية في حياة الإنسان لكن النفس تكرهها متحبها تحب الأشياء السهلة البسيطة لذلك هذا جزء يعني من الميدان ميدان الجهاد اللي الإنسان لابد أن يسعى فيه الله سبحانه وتعالى يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوم قيلة صعب على الإنسان أن يترك منامه ولذته وكذا ويقوم يصلي بالليل صلي صلاة الليل مثلا لكن الله سبحانه وتعالى يقول هذه هي اللي تمنح الإنسان طاقة وقوة وقدرة على مواجهة المصاعب الموجودة في الحياة هناك كتاب جميل جدا لكاتب ومؤلف ومعلم ومدرب أمريكي اسمه براين تريس هذا المؤلف يعتبر يعني من المؤلفين والمعلمين اللي ليهم باع طويل في علم تنمية الذات وفي البحوث التنظيمية اسم هذا الكتاب شوية يعني غريب ويمكن يكون فيه يعني نوع من يضحك شوية مثل ما يقوله عنوان غريب شوية هو اختار لهذا العنوان اسمه اسم هذا الكتاب فلتأكل هذا الضفدع هو هذا الكتاب يعني يتمحور حول مثل غربي المثل الغربي يقول إذا بدأت يومك بأكل الضفدع فكل الأشياء التي ستعملها في يومك ستكون أسهل بكثير من هذا يعني نفس ما هو موجود عندنا في الرواية أفضل الأعمال ما أكرهت نفسك عليه أفضل الأعمال أحمزها أشدها يقول أنت لما تبدأ بالعمل الكبير وتنجزه الأشياء الثانية راح تصير كلها سهلة بعكس لو أن الإنسان بدأ بالأعمال السهلة والبسيطة أولا راح تاخذ وقت راح تاخذ جهد من الإنسان أحيانا راح ربما ترضي غرور الإنسان يعني تعطيه وهم أنه أنجز شيء هو في الواقع لم ينجز شيئا هذه مهارة جدا ينبغي للإنسان أن يلتفت إليها وهي أنه يقدم الأشياء الكبيرة على الأشياء أو الأشياء الثقيلة على الأشياء الصغيرة المهارة الثانية هي مهارة الأولويات دائما تقاس بالعائد والمردود يعني أنت لما تقول والله هذا العمل وهذا العمل أيهما له الأولوية عندي عملين أيهما له الأولوية التقيس العائد والمردود ما له دائما الآن التجار واحد تاجر الآن يعرض عليه مثلا منتج أو يعرض عليه مشروع هذا لازم يسوي له دراسة جدوى ويشوف أنه هذا العائد والمردود مننا يستاهل أن يدخل فيه أو لا تماما هو في حياتنا أحنا نشتغل تجارة ترى الإمام الهادي عليه السلام يقول الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر فيها آخرون شغلنا تجارة أحنا في هذه الدنيا لازم الإنسان يشتغل شوي بعقلية تجارية فيعطي الأولوية للأمور التي لها مردود ولها عائد مجزي يقنع الإنسان كذلك هناك نظرية لأحد العلماء الإيطاليين عالم اقتصادي هو اسمه برويتو قاعدة العشرين ثمانين يسموها قاعدة مشهورة هذه ربما سمعتم عنها وتقدروا تطلعوا عليها قاعدة العشرين ثمانين مؤدها شنو نسبة قليلة من الأعمال تؤدي إلى نسبة كثيرة من النتائج في حياتنا الحياة هي هكذا قائمة على تقريبا على هذه المعادلة سواء في عالم التجارة في عالم المال والأعمال حتى في حياتنا الشخصية التجار مثلا التاجر في تجارة أو في مصنعة يلاحظ أن عشرين في المئة من الزبائن والعملة هذا لا يعني ثمانين في المئة من الأرباح من عدهم زين وثمانين في المئة من الزبائن والعملاء هذا لا ما يجب له إلا عشرين في المئة من الأرباح في الشركة مثلاً أو هذا يقولوا أن عشرين في المئة من الموظفين هم اللي الشركة تعتمد عليهم وإنجاز الشركة والمؤسسة يكون عليهم وثمانين في المئة من الموظفين هذول بطالة مقنعة يعني عشرين في المئة من الإنجاز يمكن هم يسووه والباقي على ذي لك وهذه اللي لكن تشوفهم ذي لين هم يعني أصحاب الحظ وأكثر كل يوم ذي لين يحصلوا على المراتب العالية وكذا والوظائف فاضين معدهم شي يعني فكر متى خلصت متى يستحق الإجازة وروح يقدم عليها وهذه لك مساكين مشغولين بأعمالهم منهمكين فيها في الحياة هكذا يعني الحياة ربما يقولون أن هذه القاعدة سيالة في كل شيء أنت حتى في البيت يقولون الآن أحنا هذا البيت اللي نسويه ونتعب عليه وكذا ونسوي فيه غراف وصالات وحدائق وهذا هذا البيت أحنا نستفيد منه بنسبة عشرين في المئة نستعمل من منشآت البيت عشرين في المئة ثمانين في المئة في الغالب أحنا ما نستعملها إلا عشرين في المئة من أيامنا فقط ثمانين في المئة من عمرنا فقط أحنا نستهلك العشرين في المئة من بيوتنا ملابسنا هو هكذا يعني الثمانين في المئة في حياة الإنسان كذلك كما يقولون هناك القليل النافع والمفيد والكثير التافه والحقير على الإنسان أن يبحث في حياته يعني يقتنص الفرص هذا القليل النافع العشرين في المئة ونحصله أحيانا هل عشرين في المئة الإنسان يبحث عنها يبحث عن هذه الفرص يجدها أحيانا مثلا في بعض الأعمال التي يقوم بها فرض مثلا أحنا الآن الإنسان أكو بعض الأوقات لها خصوصية مثلا أوقات الصلوات أوقات الصلوات هذه أحنا لما نجي ونشوفها هذه ما تأخذ من الإنسان يمكن عشرين في المئة من وقته الذي يكون فاضي فيه مع ذلك أحنا هذا الوقت أحيانا نفرط فيه فرض مثلا أحنا عندنا ساعة ما بين شروق الشمس أو طلوء يعني الفجر من طلوع الفجر إلى شروق الشمس هذا وقت جدا مهم في فوائد كثيرة أكثر الناس تضيع عليهم هذه الفرص ولا يستفيدون منها لو خصص الإنسان عشرين في المئة من وقته في كل يوم للأشياء المهمة في حياته عطاها ما يحتاج يعني أنه كل وقته يشتغل عليها عشرين في المئة من وقت الإنسان يخليه حتى يتعلم يدرس يقرأ كتاب يثقف نفسه مثلا عشرين في المئة مثلا حتى يحضر إلى مجلس أو مكان يستفيد منه في حياته عشرين في المئة من الوقت يحتاج الإنسان يوميا يعطيها لأولاده ولأسرته ولبيته كثير من الأحيان أكو أولاد ما يشوفوا آباهم أكو يعني بيوت الآباء يعني هذا ما يشوفهم تقول ليش أنت ما تروح لأولادك ويقول شا سوي والله ما عندي وقت يعني العمل وكذا والالتزامات وغيره أنت مو محتاج إلى أكثر من ساعة ونص لأننا احنا عندنا اليوم والليلة أربعة وعشرين ساعة ثمان ساعات الإنسان يستغرقها في النوم ثمان ساعات يستغرقها الإنسان في العمل هذه ستة عشر ساعة بقية من اليوم كم ثمان ساعات عشرين في المئة ما للثمان ساعات اللي يكون الإنسان فيها فاضي تقريبا ساعة ونص هذه الساعة ونص الإنسان يقدر يسوي فيها أشياء كثيرة لكنها تضيع عليه نتيجة غياب هذه المهارة ترتيب الأولويات في حياته الأمر الآخر والمهم الذي نريد أن نتحدث عنه أيها الأخوة هو ما يعرف بضبط الساعة وضبط البوصلة هذه كذلك من القواعد اللي يتحدث عنها العلماء في علم تطوير الذات كثير من الناس عندما يريدون أن يقومون بعمل فالمهم عندهم أن ينجز هذا العمل بأسرع وقت ويقول والله أنا الحمد لله سويت هذا العمل يعني أفرض مثلاً الآن الصلاة أو العبادات الكثير ويقول لك والله أنا الحمد لله أنا صليت الله شنو يبغى من عندي أصلي صليت صيام أنا صمت الحمد لله حاج أنا رحت الحاج فهذا مثل الإنسان الذي يضبط الساعة حتى يسوي العمل في زمن قياسي كأنه في حالة سباق ولكنه لا يضبط البوصلة يعني هذا العمل هل هو ماشي في الطريق الصحيح هل هو سكة عدلة صحيحة هل أنا أمشي على الخط الصحيح أو في يوم من الأيام أنا أجي أشوف هذا العمل ما لأي فاعلية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة هذول مو ما سووا أعمال مسويين أعمال عدهم عبادات وعدهم أعمال لكنها في غير الاتجاه الصحيح كان الاهتمام فقط على الكم مو على النوع الله سبحانه وتعالى يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ماذا أيكم أحسن عمله مو أكثر عمله أحسن عمل يعني أصوب عمل العمل الصائب العمل الذي يكون في محله في اتجاهه الصحيح اللي يؤدي وينتج الثمر الثمر الصحيحة ولذلك علماء الأخلاق والسلوك يقولون أن المؤمن عينه على العبودية وليس على العبادة فرق بين أن الإنسان يقول والله هذه عبادة أنا أسويها وفرق بين وبين أن لا يؤدي العمل لأن هذا العمل يقربه إلى الله أكثر أحياناً يصير فيه تزاحة مفرض مثلاً بعض العلماء يضرب هذا المثل يقول أنه إنسان أفرض مثلاً هو متعود يروح كل ليلة يستمع في مجلس حسيني أو متعود كل ليلة مثلاً يقوم يصلي صلاة الليل زين؟ وهذا عمل عظيم وكبير هذه الليلة زوجتها عندها مشكلة قضية مثلاً مضيقة خلقها كذا صاير شيء لبيت أبوها لأهلها فضيائية مسكينة ضايق خلقها ومتمغفرة ومي قادرة نام زين هو هذا يقعد يفكر يقول أنا الآن أقوم أصلي صلاة الليل أو أروح أستمع إلى المجلس الحسيني أو أجلس مع زوجتي وأدخل عليها السرور وأغير نفسيتها العلماء يقولون ترى هذا أفضل يعني أنت لو تركت صلاة الليل في سبيل أنك تدخل السرور عليها بعنوان أنه من أفضل العبادات إدخال السرور على المؤمن زين؟ لو تأخذها حتى لو أنك تأخذها وتطلع وياها وتتمشي وياها وكذا وهي الشكل وترجحها ونفسيتها زين؟ هذا العمل يقال أن هذا عمل يقرب الإنسان إلى الله أكثر أكثر حتى من صلاة الليل لأن هذا الإنسان لما يعرف ما هو تكليفه الذي يقربه إلى الله ما راح يعني راح يسوي العمل اللي في عبودية مو اللي في عبادة فقط وهذا هو ما أحنا استفدناه من مدرسة سيد الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه طريق ذات الشوكة شوفها الوعي اللي عند أصحاب الإمام الحسين واللي عند من كانوا مع الإمام الحسين سلام الله عليه مو اهتمامهم أو خوفهم من الأشياء اللي يواجهوها وإنما السؤال دائماً أن البوصلة صحيح لهم صحيحة أولسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد قال إذن لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا واجهوا المخاطر والتحديات لكن لأنهم كانوا يعلمون أنهم يتوجهوا نحو الاتجاه الصحيح ولذلك تشوف الإمام الحسين سلام الله عليه يختار للمهمة من يناسبها يرسل مسلم ابن عقيل إلى أهل الكوفة ويكتب إليهم إني باعث إليكم بأخي وابن عمي والمفضل عندي من أهل بيتي يقول المفضل بعضهم يقول هل هو أفضل من العباس ومن علي الأكبر بعضهم يقول لا الإمام ما قاعد يسوي مفاضلة بها المعنى وإنما المفضل لهذه المهمة الرجل المناسب للمهمة المناسبة أفضل واحد لهذه المهمة هو مسلم ابن عقيل عنده مهارات وعنده قدرات هو تؤهله للقيام بهذا العمل ولذلك أسند إليه الإمام الحسين عليه السلام هذه المهمة وانطلق مسلم ابن عقيل صلوات الله عليه وقام بالأمر كما طلب منه لكن النفوس ما كانت هالكثر مستوعب لحركة مسلم ابن عقيل ولحركة الإمام الحسين إغراء بسيط من هؤلاء حرفهم عن جادة الطريق وانقلبوا على مسلم ابن عقيل حتى بات في مصرهم لا يهتدي إلى سبيل بأبي وأمي ألجأته الظروف إلى أن يأتي إلى دار طوعا بات تلك الليل قائما وقاعدا وراكعا وساجدا إلى أن انطر عمود الفجر قام يصل الفجر يعقب في محراب صلاته وإذا بقعقعت اللجم واستكاك الأسن قالت له طوع مسلم أتاك القوم من حيث تحذر قال لا عليك ناوليني سيفي ولا متحربي تقل إن هضلفاك الجيش يا حياد يردوني أولونك يا صنديد إيد ويودوك لابن زياء يا آد يا آد ويزي أريدك مراجل عمك تعيد وتخلي جثثهم ترسل بيد قلها طوعة شجعيني وبعمحه أدر تذكريني أنا والله لرج معيل يجيني ما دام صمصامي بيميني واجههم مواجهة الأبطال إلى أن احتالوا عليه وأخذوه أسيرا إلى ابن زياد جرى بينهما كلام غضب العين قال أين بكر بن حمران أجابه بالتلبية اصعد بمسلم إلى أعلى القاصر واضرب عنقه وارمه من هناك منكسا صعدوا بمسلم وهو يسبح الله ويهلل آياء صعدوا بمسلم والدمع يجري من العين توجه بوجه للحجاية يخاطوا بحسن قل لا يحسين أنا مذبوح ردوا لا تجوني خانت بالكفاع قبما بايعوني وللفاجر بن زياد كلهم سلموني مفروض ودنت يا هلي عني بعيد أجاركم الله ضربه اللعين على عنقه قطع الرأس أنا مناد ومسلم وحسين آياء أتبع الرأس الجسد ما وصلت جثة مسلم إلى الأرض إلا وتكسرت أظال عايا أين المنادي ومسلم وحسين آياء يقولون المصيب الليل عند الإمام الحسين لما وصله نعي مسلم قام يكفكف دموع بمنديل في يده جاء إلى خيام النساء وخي زينب أين حميد جاءت بحميد أخذها وضعها في حجره صار يمر بيده على شعر رأسها وناصيتها يا إن كسر قلب اليتيم أحس قلبها بشار قالت عم خال أبا عبد الله لماذا تصنع بي كما تصنع باليتام هل حدث لأبي سوء قال ابني أنا أبوك وهؤلاء أخواتك لا ينكسر قلبك يا حميد أنا بمثابة أبيك وهؤلاء بناتي أخواتك قالت نعم نعمل أب أنت يا أبا عبد الله لكن أكو إحساس وشعور تحس به البنت ما تحس إلا ويا أبوها إن شاء الله ما عندنا يتيمة تسمع وين كسر قلبها الليلة ما أحلى البنت إذا ناداها أبوها بسمها يا آياء تقل لأ قلبي كسرت يا غريب الغاضرية تمسح على راسي ودمعتك جرية مسحك على راسي تركت القلوب ذيب هذي عمي من علامات المصر قلبي تروايا حيث أبويا بسفر غيب طوال الغيب اعود هالله بعجل مسحك على راسي تركت الدم عهمة تشاني يتيمة كافي يلا من هالأحواء ما عودتني بهالفعيل من قلو من قوّل يا أخا خليت دمعاتي على خد جرية لم يبكها عدم الوسوق بعمها كلا ولا الوجد المبرح فيها لكنها تبكي مخافة أنها تغدو يتيمة عمها اللهم صل على محمد وآل محمد آمنا في أوطاننا ليلة جمعة ارفعوا أكف الضراعة إلى الله ما دامت هذه العبرات بعد لم تجف يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الوراسجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية وفي كل عشية يا الله فرّج عنا اقضي حوائجنا اشفي مرضانا فك وسراءنا من أوصانا بالدعاء من الإخوة والأخوات اللهم اقضي حوائجهم ومن على مرضاهم بالشفاء والعافية اللهم اكشف عنا هذا الوباء والبلاء بحق سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين أموات المؤمنين والحاضرين والمؤسسين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات ترجمة نانسي قنقر